اشتركوا في القناة شهر رمضان ينبغي أن تتنوع فيه عباداتنا تتنوع وتزيد لأن عبادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الشهر المبارك كان كثيرا وكان يزيد فيها عمله صلى الله عليه وآله وسلم في قراءة القرآن وفي الصلاة وفي القيام وفي التصدق في الجود حيث قال ابن عباس رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم جوادا وكان أجودا ما يكون في شهر رمضان وكذلك الصلاة وكذلك الذكر والدعاء فالذكر له رمزية خاصة في هذا الشهر المبارك الذكر والدعاء فإن الله تعالى كما جاء في الآيات التي أسست لفرضية هذا الركن لفرضية شهر رمضان ووجوب صيامه فقد ابتدأه الله تبارك وتعالى بقوله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ثم بعد ذلك شرع في بيان أحكام الصيام ثم انتقل ثم في ثنايا حديثه عن أحكام الصيام جاءت جملة كأنها معترة يعني مقحمة يقال هذه الجملة ليست منه يعني وهي قول الله عز وجل وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبُ نُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ثم عاد إلى أحكام الصيام أحل لكم ليلة الصيام الرافذ إلى نسائكم إلى آخر الآيات فهذه الجملة وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ أن الذكر في رمضان له رمزية أو أن الدعاء في رمضان هو سر هذا الشهر وموضوعه فالذكر ذكر الله عز وجل هو نور الذاكر نور له في دنياه ونور له في قبعه ونور له في معاده حيث يسعى بين يديه على الصراب وبكل حال فإن الذكر نور للقلوب وللقبور في حياة العبد لا سيما في شهر رمضان فالإكثار من الذكر والدعاء هذا أمر مطلوب على مدار العام ولكن في شهر رمضان يكون طلبه أكثر ويكون الحرص عليه أكثر ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاءه جبريل عليه الصلاة والسلام فقال له من أبرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله قل آمين فقلت آمين قال ومن ذكرت عنده فلم يصلي عليك فأبعده الله قل آمين فقلت آمين ولأجل ذلك من أجل الذكر أن يصلي العبد في شهر رمضان وأيامه على النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد